نواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا عن طريق منعاتنا هل يعني ان نجد نشتري فيتامينات كثيرة جدا من الصيدلية او ممكن نعتمد على اكل صحي ومتوازن من الطبيعة او نعمل مكس من الاثنين ما هي الاكل التي نأكلها وما هي الفيتامينات التي نشتريها وما هي الحاجات التي نحن نأكلها وما نأكلها في الفترة لكي لا تقلل منعاتنا حاجات كثيرة جدا هنعرفها اكثر من جوة الصيدلية السلام عليكم و اهلا بكم من جوة الصيدلية جزء تاني عن الاغذية اللي هنعتمد عليها لفترة الجاية ترفع منعتنا نقدر نواجه بها الفيروس كورونا ونقدر عليه ان شاء الله يمكن اهم الاغذية اللي احنا نتكلم عليها النهاردة لازم تتضمن بيتامينات ومعادن وبروتينات ومضادات اكسادة والياف اهم الفيتامينات اللي احنا المفروض نعتمد عليها لفترة الجاية هو فيتامين سي بيتامين سي طبعا معروف ان هو من الحاجات اللي بتحفز انتاج الاكسام المضادة جوة الجسم وفي نفس الوقت مضاد اكسادة قوي جدا يمكن احنا اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن مضادات الاكسادة في الحلقة اللي فاتت ازايها مهم جدا للنشاط المناعي الفيتامين سي مهم جدا للخلايا الاكولة انها تخش تقدر تقدع الفيروس طب الفيتامين سي نجيبه منين هو طبعا معروف ان الفيتامين سي موجود في كل الحمضيات في اللامون والبرطقان والكيوي والجوافة والفارولة كل دول فيهم فيتامين سي والبروكلي والخضروات الدكنة فيهم فيتامين سي اهم مصادر فيتامين سي هو الفلفل يمكن الفلفل الاحمر في عشر اضعاف الفيتامين سي اللي موجود في البرتقال او اللمون ويا ليه الفلفل الاصفر ويا ليه الفلفل الاخضر طب هل يطرح ناخد فيتامين سي من المصادر الغذائية ولا اشتري فيتامين سي من الصيدلية والله احنا المفروض ناخد فيتامين سي من المصادر الطبيعية لان للاسف معظم المستحضرات اللي موجودة فيها فيتامين سي في الصيدليات بتبقى في صورة صناعية فيتامين سي اللي موجود في المصادر الطبيعيه احسن فيه فيتامين سي كومبليكس ده هو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه من الصيدرية بس بيبقى قليل جدا وفي نفس الوقت غالي جدا ثاني فيتامين عندنا هنتكلم عليه هو فيتامين دال ويمكن هو الماسترو بتاع عمليات المناعة في الجسم يمكن اي عملية مناعية بتحصل بيبقى فيتامين دال شريك فيها فيتامين دال كويس وعالي يبقى المناعة كويسة يبقى الفيروس قليل اي فيروس او بكتريا يخش جوا الجسم يحاول يشغل المستقبلات بتاع بيتامين دال على كرات الدم البيضاء يحاول يشغلها بحيث ان فيتامين دال لا يعرفش يشتغل فيبوز عملية المناعة بيتامين دال رغم انه مهم جدا فهو رخيص جدا 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 احنا ممكن نحصل عليه ونخلي بيتامين دال عندنا في جسمنا ببلاش يعني احنا كل يوم لو تعرضنا نصف ساعة بس للشمس في الفترة من الساعة 9 الصبح للساعة 11 الصبح نصف ساعة كل يوم سيجعل الجسم يصنع فيتامين دال يعني تلقائيا ببلاش وفي نفس الوقت بيصنع فيتامين دال بنسبة كويسة جدا برضو البيتامين دال موجود في بعض الاكلات زي البيض زي التونة زي السلامون زي السردين وفي مستحضرات في السيدلية فيها فيتامين دال برضو ثالث حاجة او تالث فيتامين هو الامجسري اللي هو مضاد اكسادة قوي جدا 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 وفي نفس الوقت فيه احماض دهنية مهمة جدا يمكن اي فيروس او بكتيريا بتيجي عشان تبقى ناشطة مش هتبقى ناشطة الا لما تخش جوه الخلية الخلية متحطة بطبقتين سماك جدا من الاحماض الدهنية طول ما الطبقتين دول سلام وفي الجسم فيه احماض دهنية قاعدت عن الفيروس لا يمكن ايخح الخلية或 ت preacher بتالي سهل جدا مشكلة Rank니다 المناعة Евظيفاد الله تتحried على الممر المناعة هو المناع الجسم مخلقات المناعة تعرف فلما تكونraftا عالي جهاز المناعة ان الفيروس بلا داخل الخلية الامجسريmo بيه أنك يمكن استخدارات الاري Bowl موجودة في السمك عن الحزiors و sap sisters الامجسري牧 ثم نشكظة في دولة الزيت الكتان من مالبistics وفيه نسية أمجة كم تمكن أن توفر لنا مناعة مم PUPR و هناك مستحضرات الصيدليت خاصة كطفية فيتامين او عام ابه انحاس على الطيبين ثانيا هو مضادات القسودة جدا وهو مهمة جدا بالنسبة للناعة وجود او أيضا في زيت عباد الشمس وزيت الزيتون وبروكلي ومكسرات فيتامين او ومن المهمة درجة الهاجات نوع من فيوا falhas كم الومsung مثل الجزر عام، ومشميش ضيق بوطي نيجي بقى للمعادن ويمكن اشهر معدن اتشهر في جقاحة فيروس كورونا هو معدن الزنك فعلا هو الزنك مهم جدا للمناعة لانهو بيحفز كويس جدا لنشاط المناع انهو ينتج الاجسام المضادة وفي نفس الوقت بيعيد بناء الاخشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي يعني هو خط الدفاع الاول للاخشية المبطنة دي لو الاخشية المبطنة دي معمولة كويس عمر ما الفيروس اساسا يخش جوا جسمنا الزنك موجود في البيض وفي المحار بطريقة عالية جدا وموجود في اللحوم الحمرة ويوجود ايضا مهم بحكاتين وه Varys SA très importants هو معدن السيلينيوم ويمكن معدن السيلينيوم مهم جدا ويمكن معدن السيلينيوم مهم جدا عشان اقوى مضاد اكسيدة في جسمك يشتغل اللي هو فيه الجلوتسيون 3 من غير السيلينيوم موجودة بطريقته كويس اور عاليه عمر الجلوتسيوم تبيع بهارayı وسيكافع به بطريقة جيدة السرينيام ويقلل التهابات اثناء فيروس كورونا او الالتهابات في الرئة يمكن الجسم يعطل العصفه سيتوكنيه وتبقى التهابات شديدة السرينيام يحدcap اثناء موجودة بالتهابات سيقلل القليل السرينيام يقلل الدهون الضرة ويرفع الدهون النفع ويمكن احنا اتكلمنا في الفيديو اللي قبل كده ازاي الدهون دي من المضاعفات الرئيسية للجهاز المناعي السلينيوم موجود في البيض وفي الدجاج وفي اللحوم وكمان موجود في المكسرات وبرضه السلينيوم موجود في الصيدلية في صورة مستهدرات طبية بتحتوي على عنصر السلينيوم من الحاجات الرئيسية برضه اللي احنا لازم تكون موجودة في اكلنا هو الألياف الألياف طبعا مهمة جدا لانها بتزود البكتيريا النفعة اللي بتنافس البكتيريا الضره في الغزة وفي التنفس وبالتالي بتخلي الموضوع صعب جدا وبتزود الجهاز المناعي من الحاجات المهمة جدا اللاكتوفرين وهو بروتين لتأثير مضاد للفيروس هو بيمنع التصاق الفيروس بالمستقبلات بتاعه اللي هي الانجوتنسين كونفيرتنج انزيم تو اللي احنا كنا اتكلمنا ان كل ما الخالات دهنية بتزيد المستقبلات دي بتزيد هو بيمنع دخول الفيروس جوه الخلية لتأثير مضاد للالتهابات لتأثير مضاد للجلطات اللي ممكن تحصل لقدر الله اثناء الاصابة بيزود البكتيريا النفعة اللي هي بتنافس البكتيريا الضره على الغزة وعى التنفس وفي نفس الوقت بيزود امتصاص الحديد اللاكتوفرين موجود في اللبن البقري وفي مستحضرات كتيرة جدا في الصيادلية موجود فيها برضه اللاكتوفرين طيب احنا المغازيات دي كلها لازم تتنقل من الجسم للدم اللي هينقلها ان احنا لازم نشرب كل يوم كمية وفيرة جدا من المية من ستة لعشر تكواب مية يوميا مش اقل من كده المية بتطرد السموم من الجسم بتخلي جسمك رطب باستمرار وتخفض درجة حرارته واحنا يمكن قولنا لما درجة الحرارة بتقل الجهاز المناعي بيشتغل بطريقة افضل يبقى المية هي المحور الرئيسي اللي هتنقلنا كل المغازيات دي من جسمنا للدم بحيث ان الجهاز المناعي يقدر يشتغل بطريقة اقوى طيب يا ترى احنا عرفنا دلوقتي الفيتامينات والمعادن اللي احنا المفروض ناخدها هل يا ترى هناخدها من الغزاء ولا من المستحضرات الطبية اللي موجودة في الصيادلية بيجينا في الصيادلية واخصان بعض موضوع كورونا جايبين لستا عايزين فيتامين بي وفيتامين سي وزينك وسيلينيوم ولكتوفرين وكل الحاجات دي كل واحد يعني عايز له 12-13 علبة فيتامين طب انت هتاخدهم امتى كل دول؟ المفروض ان احنا قلنا كل فيتامين موجود في مصادر غذائية ايه بالزبط فانت المفروض تشوف ايه اللي انت مش بتقدر تحصل عليه من الغزاء اللي مش متوفر عندك بطريقة مستمرة مستحضرات الطبية موجودة في الصيادلية بحيث ان هما ميبقوش اكتر من واحد او اثنين مستحضر غذائي لان لو اكتر من كده هتبدأ تحصل لك مشاكل في المعدة يحصل لك مشاكل في الكبد يحصل لك مشاكل في الكلا لان قطر الفيتامينات دي بتبقى مزي المصادر الطبعية انا على نفسي بفضل لما ناخد مستحضر يكون في نفس المنتجات كلها او بعض المنتجات اللي احنا محتاجنها في قرصة او قرصة يعني عندهم مثلا شيخز حاجز سيلينيم اي سي اي بفضل فيها فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين هه وسيلينيام حاجزها زي الاوختاترون يوجد فيها سيلينيامو زينك بفيتامين c وفيتامين اي اوكسيفري موجود فيه سيلينيام وفيتامين s وزينك حاجزها اوتري ببقى موجود فيها فيتامين دال وفيتامين بها 12 الروفكتاني كياس موجود فيه الاكتوفرrib哦 c and zinc كل ما نقلل عدد المستحضرات الطبية اللي انا ناخدها ده بيفيد المعدة ويفيد الكلا ويفيد الكبد شوف انت بتاخد ايه في اكلك واللي نقصك اخده من المكملات الغذائية اللي انت بتاخده مش لازم صاحبك او زميلك يكون بياخده لان كل واحد في خريطه الغذائية مختلف عن الثاني اهم حاجة احصل على منتجاتك الغذائية من الغذاء وبعد كده اللي نقصك كمله من الصيدلية ناخد عشر اتناشر نوع فيتامين من الصيدلية وبعد كده ولا نعرف ناكل ولا نعرف نحصل عليهم بنفس القيمة الجزائية عرفنا الاغذية اللي بتقوي وبترفع جهازنا المناعي بطريقة كبيرة جدا طب ايه هي الاغذية اللي احنا المفروض نبعد عنها بحيث ان هي مدمرة للجهاز المناعي في وقت احنا محتاجين الجهاز المناعي ده يشتغل بكفاءة وبصورة كويسة يمكن سنة 1918 في جقاحة الانفلونزا المشهورة جدا كانت موجودة في اسبانيا قتلت خمسين مليون شخص وفي بعض الاقوال الاخرى بيقولوا ميت مليون شخص ده يمكن كان الناس خارجة من الحرب العالمية الاولى وكان اعتمادهم اكتر على الاغذية المعبئة والمحفوظة لان ما كانتش الخضروات التصجة والفواكه التصجة بتوصل نتيجة ظروف الحرب العالمية الاولى اعتماد الناس على الاكل المهدرج والمعبئ والمحفوظ قلل منعتها بطريقة كبيرة جدا وده كان من اهم الاسباب اللي خلى خمسين مليون واحد منعتهم تضعف ويتوفوا بالانفلونزا دي خمسين مليون واحد كان ضعف عدد ضحايا الحرب العالمية الاولى مش بس الاطعمة المحفوظة والمعلبة اللي هي كانت موجودة اثناء الحرب العالمية لا اهم حاجة او عدو لجهاز المناعة هو السكر والسكر هو اهم اسباب السرطان والديادة الوزن وفي نفس الوقت مضعف لجهاز المناعة بطريقة كبيرة معلقة السكر واحدة انت بتستعملها بتضعف خمسين في المية من نشاط جهازك المناعي لمدة ست ساعات يعني ما بتاخد معلقة السكر واحدة بتقعد ست ساعات كاملين جهازك المناعي شجال برص قوته السكر مش بس السكر البيض السكر دوت موجود في المياه الغازية موجود في الحلويات موجود في عصير الفكهة اللي محطوط فيه سكر كتير الملح من الحاجات المؤذية جدا بالنسبة لجهاز المناعة الزيوت المهدرجة اللي احنا قلنا في موجودها في الأغذية المعبئة والمحفوظة واللي معظم مطاعم الفاست فود والأغذية الجاهزة بتستعملها في أكلاتها برضو الديق لابيض من الحاجات السيئة جدا واللي مدمرة لجهاز المناعي ننفذ على جهازنا المناعي لازم نقلل أول حاجة كمية السكر اللي دخلها جسمنا على فكرة احنا لو بطلنا السكر ده لمدة اسبوعين مش هنشتهي طعم السكر ده اطلاقا بعد كده ممكن نستبدل الفواكه او المشروبات العصير اللي فيها نسبة سكر عالية بفواكه لها نفس الطعم الملح ممكن نستبدله بتوابل او بهارات يكون لها نفس الطعم ومش مضرة لجهاز المناعي نستبدل الزيوت المهدرجة اللي بنصنع منها الفاست فود دي بزيوت طبيعية وصحية حاجات كتيره جدا ممكن نبعد عنها ونستبدلها ببدايل تكون صحية اكتر دي كانت الحلقة بتاعتنا عن الأغذية اللي احنا المفروض نعتمد عليها ويكون موجودة على صفرتنا الادوية او المكملات الغذائية اللي احنا هنعتمد عليها الفترة الجاية يا رب بازن الله نخرج كلنا سالمين من فيروس كورونا ونلاقي له حل في الوقت القريب العاجل يا رب وتكون الحلقة مفيدة ونلتظر ان شاء الله تفاعلاتكم وكمنتاتكم على الحلقة ونلتقى ان شاء الله في حلقات جديدة جوا الصيدلية